هذا الخلاص أحبائي من عدة أمور وأقولها سريعا هي الخلاص من الأمراض الجسدية والنفسية أحيانا في البشائر بيقول إيمانك قد خلصك أو يستخدم الكلمة إيمانك قد شفاك إنه شفاء من الأمراض الجسدية والنفسية إنه الخلاص إنه النجاة من الخطر يعني لما صرخ بطرس يا رب نجني يعني خلصني أنقذني خلاص من الخطر خلاص بيمنح الأمان والإطمئنان والضمان في وسط الخطر الإنسان بيكون عنده سلام مش خايف شو عم بيحدث في وسط العواصف الهوجاء هو خلاص من الخطر ثم هذا الخلاص خلاص من العالم الأعوج والشرير يعني بقول نخلص من العالم الملتوي الأعوج والشرير صرنا طبيعة جديدة شعب مميز للرب خليقة جديدة الطبيعة الجديدة الطبيعة الإلهية هذه البزرة ترفض الطبيعة الفاسدة القديمة الشريرة فالروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح وكلاهما يقاوم أحدهما الآخر هذا الخلاص هو الحفاظ من هذا العالم الفاسد الشرير ثم الكتاب يتكلم عن الخلاص من الهلاك الخلاص من الضياع لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد أهلك هذا وغرض المسيح الصارق لا يأتي إلا ليصرق يعني الشيطان الإرهاب لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويقتل قال يسوع أما أنا أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل عاوز يرفع من قيمة الإنسان من مستوى حياة الإنسان عاوز من خلال الحرية يطور إمكانياته فعلا يعيش الحياة الفضلة الفياضة المليانة في بركات يسوع المسيح هذا الخلاص من الضياع ثم أحبائي مثل ما قرأنا ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب هذا الخلاص من الخطيئة والخلاص من الخطيئة هو سبب كل المآسي كل المشاكل لأن حتى الخطيئة استشرت وتفشت واستفرست في حياة الإنسان حتى فكره صار مظلم حياته مظلمه صارت الناس تشوف الأمور بالمقلوب الخير شر والشر خير النور ظلمة والظلمة نور المر حلو والحلو مر انقلبت المقييس انقلبت المعايير الإنسان عم بيتأثر في كل المناخ الروحي الشرير الفاسد عم بيأثر على كل نواحي الحياة من أجل هذا العالم لا يحتاج إلى رجال إصلاح ولا إلى رجال دين ولا حتى إلى رجال سياسة ولا إلى أي نوع آخر من الرجال العالم بكل بساطة يحتاج إلى يسوع لأن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد هو المخلص الذي يستطيع أن ينقذنا من العبودية من الخطية مش مناعته أن الحياة بتصير أفضل لا ولكن عندك سلام في وسط الأمواج في وسط الخطر في وسط الظروف الصعبة الرب معنى عما نقيل الله معنى بيخلصنا من الخطية هذا الخلاص هو التحرير من العبودية من قساوتها من شراستها من نجاستها من تعاستها من قساوتها تحرير من العبودية حتى نصبح أولاد وبنات الرب بالتبني صرنا أولاد الرب مشان هيك الشيطان بحارب عقيدة التبني لأنه هي العقيدة الراسخة الأصلية في الكتاب المقدس أنه الله بيحبك الله يريد أن يكون في علاقة حميمية معك أراد أن يسترد الصورة المشوهة التي تشوهت في آدم لكن آدم الثاني الأخير جاء ليسترد هذه الصورة لنكون على صورته لنتمتع بطبيعته لكي نشترك في قداسته ونشترك في ألامه ولكن أيضا نشترك في مجده ترجمة نانسي قنقر اشترك في القناة